مساحات شاسعة غمرتها المياه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر عاصفة قوية اجتاحت المنطقة ما أجبر الآلاف على مغادرة منازلهم حسب السلطات العاصفة تسببت في وفاة شخصين على الأقل وصدرت العديد من الأوامر بالإخلاء خاصة في شمال الولاية الذي تضرر بشكل كبير وتسببت العاصفة في فيضانات قوية نتج عنها تدمير ممتلكات سكنية وتجارية وتسببت في انقطاع الكهرباء عن العديد من المنازل وإغلاق الطرق الرئيسية وفي يناير الماضي تسببت سيسلة من العواصف في فيضانات وانهيارات للطربة فضلا عن سقوط العديد من الأشجار ما أسفر عن مقتل عشرين شخصا على الأقل